مجز الأولى أهلا بكم ترأسها البابا فرانسيس الصلاة في حوش البيعة في الموصل عاصمة محافظة نينوى على راحة نفس ضحايا الحرب وأكد من أمام كنيسة أثرية مدمرة أن التناقص المأساوي في أعداد تلميذ السيد المسيح هنا وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط إنما هو ضرر جسيم لا يمكن تقديره واعتبر البابا أن الهوية الحقيقية لمدينة الموصل هي العيش المشترك مشددا على أن قناعته تكمن بأن الأخوة أكبر من صوت العنف والكراهية بعدها انتقل البابا إلى مدينة القارقوش حيث استقبل على وقع الألحان السوريانية وقد استفى الأهالي أهالي المدينة منذ ساعة الصباح الأولى على طول الرصيف الممتد لعشرات الكيلومترات وبعدما جاب في شارعها الرئيسي وصل البابا فرانسيس إلى كنيسة الحبل بلدنس حيث استقبل بالورود من المؤمنين الذين احتشدوا لملاقاته وقد سمح فقط لحملي دعوات خاصة بالتواجد داخل الكنيسة وعكست الفرحة حجم الألم الكبير الذي تعرض له أبناء قارقوش الذين عانوا الأمرين اعتبر البطريارك الماروني الكاردينال ماربشارة بوترس الراعي خلال عيضات الأحد ليس اللبنانيون في أزمة نظام بل في أزمة انتماء إلى جوهر الفكرة اللبنانية مشيرا إلى أنه لو وقعت الأزمات بسبب تطبيق الدستور لا قلنا إنها أزمة نظام لكنها وقعت بسبب عصيان النظام ووصولا إلى امتلاك الدولة والعبث بالوطن والمواطنين ورأى البطريارك أن ما يجري على صعيد تأليف الحكومة لأكبر دليل على ذلك ولا علاقة له بالمواد الدستورية لا سيما المادتين 53 و64 المتعلقتين بطريقة التكليف والتشكيل والتوقيع بل العلاقة بهوية لبنان الواحد والموحد والحيادي والديمقراطي والميثاقي وذي السيادة في الداخل وتجاه الخارج وسأل الراعي لما هذا التأخير المتعمد في تأليف الحكومة قائلا لقد كنا في مرحلة شروط وشروط مضادة فصرنا في مرحلة تحديات وتحديات قاتلة تودي بالبلاد والشعب والكيان نقلت قنوات إخبارية عن التحالف بقيادة السعودية في اليمن قوله أنه دمر خمس طائرات مسيرات ملغومة أطلقها الحوثيون كما أعلن التحالف تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتها تجاه المملكة حاولت استهداف مواقع مدنية وارتفاع الإجمالي إلى عشر طائرات مفخخة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن إعادة فتح مدارس بريطانيا لجميع الطلاب الأثنين ستمثل أول خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وهو أمر لم يكن ممكنا إلا بفضل جهود الناس لخفض معدلات الإصابة بكوفيد-19 وكشفت جونسون خارطة طريقة لرفع إجراءات العزل للعام تتضمن فتح المدارس أولا يليه في مراحل لاحقة التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الاختلاط بالآخرين وإعادة فتح المتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية وأماكن أخرى الموجز انتهى شكرا للحسن متابعتكم وإلى اللقاء